بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قيمة تحذيرية ننشئ من خلالها الأجيال على طلب الحلال وعلى صلاح النفوس من الإقبال على المال الحرام هذه القيمة نستطيع أن نصطلح عليها بعنوان تعقيم المال وقد تعمدنا أن نطلق عليها هذا المصطلح حتى يذهب الذهن في استدعاء المفاهيم والتصورات التي تتعلق بكلمة التعقيم ثم يسقط هذا المعنى على هذا المال الذي يكسبه الإنسان التعقيم ربما الذهن يذهب مباشرة إلى عالم الطب وإلى مقومات الطب التي تدور كلها حول حفظي ووقاية هذا الإنسان من الأمراض والآلام وما شابه ذلك نجد الطبيب أو الممرض يقوم بعملية تعقيم مركبة وأرجو أن ننتبه هنا فهو ابتداء إذا أراد أن يقوم بحقن مريض ما يقوم بتعقيم هذه الحقنة ثم إنه يقوم بتعقيم مكان أخذها ثم إنه يقوم بتعقيم الإبرة ثم يقوم بإعطاء هذه الحقنة بطريقة هادئة إذن أريد من حضراتكم أن نلحظ هذا المشهد وهذا التعقيم المركب وهذه الطريقة الهادئة تعقيم للحقنة ثم تعقيم لمكان أخذها ثم تعقيم للإبرة ثم إعطاء هذه الحقنة بشيء من الهدوء والسكينة والحكمة لماذا كل هذا؟ لأن الطبيب أو الممرض يكون حريصا أشد الحرص وأتم الحرص على ألا يدخل إلى جسم هذا المريض ما يفسده أو ما يزيده ألما أو مرضا بل إنه يكون حريصا على ألا يدخل إلى هذا الجسد إلا ما هو نافع له إلا ما يعالج هذا المرض إلا ما يسارع بشفاء هذا المرض بإذن الله سبحانه وتعالى إذن هي تعليمات يقوم بها أعلى وأعظم طبيب وأقل وأدنى ممرض في عملية حقن هذا المريض لماذا؟ لأنهم يودون علاجة أو معالجة هذا المريض وبما يصحح بنيته ويجعل هذه البنية مستقيمة كذلك الأمر حين نقول تعقيم المال فنحن نبحث عن هذه الطرق التي من خلالها نعقم أموالنا بمعنى أن نجعل هذا المال حلالا طيبا مباركا فيه وبالتالي كل ما سيكون ترجمة لهذا المال سيكون طيبا ومباركا فيه من هنا نقول علينا أن ننشأ الأجيال على هذه الطرق الرصينة التي تضمن الحصول على المال الحلال والتي تضمن صلاح النفوس من الغش والخداع والزيف والفساد وما شابه ذلك للحصول على المال بطريقة حرام الأمر الأول الذي نريد أن ننبه إليه إذا كان هذا الطريق طريق الحق طريق الصدق في كسب المال هو الطريق الحلال فإننا نقول أيضا أن ترك الحرام هو في ذاته عمل صالح سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه تعالوا نلحظ هذا الفقه الرصين عنده حين قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه ماذا يصنع سيدنا حذيفة؟ يقوم بإجراء وقائي يقوم بعملية التعقيم التي أشرنا إليها يذهب إذا كان هذا هو الباب الذي من خلاله يكون الشر يكون الفساد يكون اللا إنسانية يكون اللا منطقية يكون القبح لا هذا الباب لا نريده فيقوم بحج بالباب عنه ومعنى هذا أنه يذهب بطريقة غير مباشرة إلى باب الخير إلى باب الصلاح إلى باب الجمال إلى باب الإنسانية إلى باب المنطقية فهنا طريقة من طرق تعقيم المال حين يقول سيدنا حذيفة كنت أسأل كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه إجراء وقائي الرصين يذهب بسيدنا حذيفة إلى طريق الخير لا إلى طريق الشر ولأجل ذلك إذا ترك الإنسان منا بابا هو حرام هذا المعنى هو في ذاته عمل صالح لهذا الإنسان لأن إذا ارتكب الإنسان منا شيئا حراما فإن هذا الفعل الحرام الذي ارتكبه يعود عليه بالذنب وبالإثم وربما بالعقاب والوعيد كذلك الأمر إذا ترك الحرام بنية التقرب إلى الله عز وجل فهذا في ذاته عمل صالح الأمر الثاني أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ونسمع لكلام سيدنا رسول الله مع سيدنا سعد يا سعد أطب مطعمك تكن مستجابة دعوة ليس المقصود هنا يعني أن يصنع طعاما طيبا لا بل المال المكتسب إن كان بابه باب الحلال فمعنى هذا أن كل ما ينتج عن هذا المال إن اشترى شيئا أو أطعم شيئا أو جلب شيئا إلى بنيه أو إلى أولاده أو إلى أسرته فهذا هو الطيب الذي يقصده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين بأي شيء أمر الله المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال آمرا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فعلينا أن نبحث عن الباب الحلال حتى ننشئ الأجيال على صلاح النفوس وعن الابتعاد عن قيم الغش والخداع والزيف وما شابهها حتى يكون كل ما يترجم عن هذا المال المكتسب طيبا حلالا يحبه الله ويباركه سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم